مطالبة شعبية وقانونية للإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري وذلك من أجل التعاطي مع هذا النوع من العنف بشكل قانوني بعيدا عن حالة الارتجال التي شابت التعامل مع هكذا قضايا وللحد من تناميها كسبيل للمحافظة على إنشاء أسر متماسكة وبالتالي مجتمعا سليم الزميل أسيل نوري تابعت جوان بالقضية بهذا التقرير من تكريت يمثل البيت مركز سكينة وأمان وطمأنينة لكن ليس للكل حيث هناك من أصبح منزله خطرا عليه أرقام صادمة كانت قد سجلتها وزارة الداخلية عن حالات العنف الأسري خلال العام المنصر تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة عن العنف الأسري ومع هذا فإن هذه الأرقام رغم ارتفاعها لا تقترب من الرقم الحقيقي إلا قليلا بالنسبة للحالات والظواهر السلبية التي حاليا انتشرت في مجتمعنا من ضمن هذه الحالات هي حالة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال وأيضا هناك مشروع قانون لقانون حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لم يقر لحد الآن أعتقد باشروا بقراءة أو قراتيين بي لكن لم يقر لحد الآن بالنسبة لنا كشرطة مجتمعية يعني من خلال حملاتنا وجولاتنا التثقيفية والتوعوية نحاول نصل رسالة إلى عدم الإساءة إلى الطفل وتربية الطفل تربية سليمة أيضا التعامل مع الزوجات والأزواج بتعامل حسن من أجل إقامة أسرة تحكمها علاقة أسرية متينة وعدم اللجوء إلى بعض التصرفات التي من شأنها أن تهدد كيان الأسرة لأن الأسرة هي أساس السلم المجتمعي وأساس الحفاظ على الأمن إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بالكامل مطالبات من الناشطين المجتمعيين ومواطنين بضرورة الإسراع بتشريع قانون العنف الأسري والذي لا يزال يدور في إطار الجدل الديني والعرف الاجتماعي نطالب من البرلمان الجديد بتشريع قانون العنف الأسري ذاك البرلمان السابق دورة رابعة قروه بس ما فعله فنطالب من البرلمان الحالي بقرار هذا القانون يعني هذا القانون مهم جدا ومطالبتنا للبرلمان بتفعيل هذا القانون التعنيف الأسري يعني بالحقيقة جاي نشوف حالاته هاي الأب جاي يعنيف على طفلة جاي عاقبة جاي يضرب ضرب مبرح فريد إشي يعني قانون يردحيش مثل آباء نحن اليوم بأمس الحاجة إلى قانون يعني إقرار قانون العنف الأسري هذا القانون راح يوضح لنا كثير من الملابسات والإشكالات يعني حتى نعرف أنه هذا القضية اللي صار بيها عنف أسري اللي صار بيها قضية أسرية مجتمعية نتروح إلى المحكمة القضاء أيضا يكون واضح بقراراتها حسب المادة كذا حسب المادة كذا وإيضا حتى ما يكون بيها مثلا الدعاءات ممكن أنه تكون مفبركة دعاءات متبسة دعاءات كيدية يعني حتى وين كانت موجودة كيدية يعني كل هذا راح يلزمها القانون وإقرار هذا القانون وأيضا راح يسهل على المحكمة وعلى القضاءات في البدء بقضايا مثل هيتشنو وبالتالي هذا أيضا راح يفيدنا كمجتمع أنه نعرف إحنا وين دا نتوجه وشون دا نصلح الأسرة وشون دا نقوم الأسرة الكثير من حالات العنف الأسري تحتاج لمعالجات قانونية واضحة بعيدا عن الالتباس مما ولد ضرورة بالإسراع بتشريع قانون العنف الأسري لقناة صلاح الدين الفضائية أسين نوري تكريت